تحية جمهورية مصر العربية تحية خاصة للقائد الأعلى لمصر الشعب المصري صاحب المعجزات دائما ما يخرج ليصنع التاريخ هكذا عود العالم أن يصنع التاريخ اليوم 25 يناير يوم أيضا تاريخي تاريخي بمعنى الكلمة لم يوجد شعب في العالم يذهب إلى القنبلة يذهب إلى السيارة التي ربما تكون مفخخة هذا الشعب لا يخاف لا يهاب إلا الله سبحانه وتعالى ولن تستطيع قوة أو عصابة أو أي جماعة في العالم أن تقهروا أو تقهر إرادته الشعب المصري خرج من القمكم خرج من هذه المحاولات العبثية لقهر إرادته دائما ما عودنا الشعب المصري على هذه المعجزات وعندما يكون الوطن في احتياج للشعب المصري أبدا لا يخزله يخرج بالملايين ليؤكد أنه قادر على صناعة المعجزات هذه السيارات المفخخة وهذه المحاولات العبثية إن أثبتت شيئا فهي تثبت الغباء الغباء السياسي والحماقة لأنك هنا لا تتحدى الشرطة ولا تتحدى الجيش إنك تتحدى شعبا عريقا شعبا عظيما استطاع أن يصنع المعجزات الحقيقة برنامج أما بعد اليوم يحتفل معكم وبكم بهذه الصورة المجيدة صورة 25 يناير صورة ضد الاستبداد والفساد والديكتاتورية وأيضا موجتها المصححة لمصارها الثوري في 30 يونيو هذا الشعب عظيم استطاع أن يحاكم رئيسين ويضعهما في أقفاص ويحكم عليهما وأيضا يضع نظامين بكل رمزهم الحقيقة هذا الشعب مبهر وربما نتذكر في صورة 25 يناير ماذا قاله العالم عن الشعب المصري نحن نتعلم من الشعب المصري الشعب المصري يصنع التاريخ من جديد لم نرى ثورة في العالم للشعب يخرج ثم يقوم بصورة ثم ينظف الشوارع ويدهنها بالطلاق والألوان يعني كان هناك انبهار رائع وثلاثة ألاف شهيد في 25 يناير ألف منهم مفقود وألاف من المصابين وهناك من ضحى بنور عيونه من أجل أن نعيش نحن حياة أفضل هناك مقولات شائعة لابد أن نصححها الصورة لم تنتهي الصورة تسير في طريقها لتحقيق كل أهدفها بإرادة شعب لا يعرف المستحيل ولا يستطيع أن يضع سكا على بياض بأي شخص أو أي حاكم بعد الآن كل سنة وحضراتكم أحرار كل سنة وأنتم في أفضل حال كل عام وأنتم في وطن حر متقدم للأمام النهاردة في برنامج أما بعد هيكون أو الفقرة لنا عن الإرهاب وإزاي نواجهه بس أنا نفسي نستنشق عبير ميدان التحرير هذا الميدان الذي يمكن أن تشم فيه رائحة المسك ورائحة الجنة بأروح شهدائنا نحن الآن في ميدان التحرير يعني هذه الصورة هذه الصورة ألا تتعلمون شيئا أيها الحمقى ألا يمكن أن تفهموا أنه من المستحيل أن تتحدوا هذا الشعب ماذا أنتم صانعون يعني الأهزيج والأغاني والفرح وأنا في طريقي مرّا بميدان التحرير الشعب التحم حتى مع الشرطة يقف بعض الناس البسطاء ليلتقطوا صورا مع قيادات الشرطة في حالة من الاندماج والانصهار العجيب تذكروا أن 25 يناير كانت بسبب تجاوزات الشرطة الآن الشرطة في حضن الشعب والجيش أيضا يحمي الجبهة الخارجية والداخلية معا وستتعافى الشرطة لتحمي الجبهة الداخلية وحدها بإذن الله يعني المناظر بديعة المناظر حقيقة يعني لا يمكن أن نتخيل ما هو أجمل مما نراه الآن على شاشة التلفزيون والفضائيات مصر قادرة بإذن الله على أن تعبر من هذا النفق الصعب اسمحوا لي أننا أتكلم مع حضراتكم عن فقراتنا النهاردة هي فقرات احتفالية لكن لن ننسى شهدائنا ولن ننسى أن هناك قتلى ونتمنى أن يتوقف هذا النزيف نعرف أنها ضريبة غالية لأن الحرية زي ما بيقولوا الحرية مش ببلاش الحرية مش ببلاش فعلا والشعب المصري أثبت أنه قادر على دفع جميع الفواتير المطلوبة منه في فقرتنا الأولى هيكون حوارنا حول الإرهاب وحول المواجهات الأمنية وكيف نستعد للمرحلة القادمة وهل سيكون هناك تغير نوعي في عملية الإرهاب هل سيكون هناك مسلسل أو لفل أو مستوى الإغتيالات كما يدعي بعض أنصار الجماعة الإرهابية كيف نواجه هذه التحديات خصوصا أن الشعب دخل في المعركة نحن في معركة مع الإرهاب والشعب الآن هو الذي يتصدر المشهد ومعه الجيش والشرطة هيكون معنا اللواء طلعت موسى الخبير الاستراتيجي والأمني ليحدثنا عن رؤيته للاستعدادات الأمنية وهل كانت هناك قصور في بعض الجوانب وكيف نواجه هذا في فقرة أخرى هنتكلم عن الهمجية يعني فكرة أن أنت أن تكون عدوا للفن والثقافة والحضارة لأن الاعتداء على الأثار والاعتداء على أنتوا فاكرين طبعا مدحف ملاوي وإزاي الأثار نهبت واسمعنا دعاوة البعض بهدم أبو الهول وهدم الأهرامات وهذا العبس اللي هم كانوا ينون أن يأخذون إليه في عام يعني جملة اعتراضية في تاريخ مصر ستسقط ستسقط وسينساها التاريخ واسم تعار في تاريخ مصر هذا العام لكن بعد كده بنشوف اعتداءات أخرى على الأثار بنشوف إزاي أن التفجير اللي حصل أضر بالمتحف الإسلامي المتحف الإسلامي تجار الدين اللي بيدعوا أن هم حماة الدين هم أول من أساءوا لواحد من أندر المتحف في العالم بيضم قطع أسرية وتم ترميمه بمبالغ بملايين الجنيهات وبيدعوا أن هم حماة الدين وحماة التاريخ وحماة الإسلام يعني هم أبعد ما يكونوا في الحقيقة عن أي دين وعن أي ثقافة وعن أي حضارة وعن أي تقدم وعن أي إنسانية في فقرة ثالثة عايزين نعرف موقف الغرب الملتبس ده يعني موقف السياسي هل الغرب الآن مقتنع ولا عايز ملايين تاني نطلع له كل يوم يعني بملايين عشان يقتنع أن دي ثورة ونشوف هو اتغير الموقف الغربي بقى دلوقتي مثلا بشايف أن إحنا ماشيين صح وهل هو من حقه أنه هو يشوف أن إحنا ماشيين صح ولا لأ يعني هل هو يمتلك أنه هو يراقبنا وكأننا تلاميذ في الفصل هذا الغرب اللي هو ارتكب العديد من الجرائم في حق شعوبنا الغرب ده ارتكب احتلال واستعمار ونهب صرواتنا وقتل أبنائنا ومازال يقتل الآن يدعي أنه راعي الديمقراطية والمنظم لها والمراقب لها هنتكلم عن الصحافة والمواقف السياسية للغرب هل تغيرت وهل تعنينا كثيرا يعني لو رأي الغرب فينا سيء هل يعنينا كثيرا استطاعت إيران مثلا أن تصل إلى إجبار الغرب وأمريكا على الخضوع لإرادتها دون الدخول في أي حروب معها يعني ما فيش حد يقدر يلود رعنا مصر أكبر ومصر مرشحة لأن تكون قوة عظمى بإذن الله وبإرادة الشعب العظيم اللي بيصنع المعجزات في كل يوم بعد فاصل هنلتقي بأول فقرة من فقراتنا وهتكون مع اللي وقت طلعت موسى الخبير الاستراتيجي والأمني وهنتكلم فيها عن كل هواجسنا الأمنية ومش هنخاف الشعب المصري عمره ما بيخاف بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر 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 دوها دافي وقصير وكل ركن فيها شادع التريح هنا المسيح والعبر عيشوا بالسنين واسطناسها وأهلها الطيبين هنا المسيح والعبر عيشوا بالسنين واسطناسها وأهلها الطيبين دا كلام جرجس وهو عم مصر ويبقى انت أكيد أكيد في مصر ويبقى انت أكيد أكيد في مصر يبقى انت أكيد أكيد في مصر لما تلاقي في جرحك ألف عين بكي عليك وتلاقي في فرحة زغريت وزينة من حالك لما تلاقي في جرحك ألف عين بكي عليك وتلاقي في فرحة زغريت وزينة من حالك ويبقى انت أكيد في مصر 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 أنت أكيد أكيد في المصرح أنت أكيد في المصرح يعني منظر الميدان حقيقة حاجة تفرح شيء كان وحشنا من زمان بقلنا فترة ما احتشدناش بهذا القدر وبهذا الكم من الفرح الاحتفالي وفين وامتى بعد ساعات من تفجيرات العصابة الإرهابية يعني متهيقلي ما فيش رسالة أوضح من كده يعني إذا كانت هناك عقول تعي وإذا كانت هناك أناس لديها الحد الأدنى من الفهم اسمحوا لي في الفقرة دي هنتناول قضية الإرهاب ومحاولة واستعداداتنا لهذه العصابة الإجرامية من خلال ترحبنا بال اللي هو دكتور طلعت موسى المستشار بأكاديمية نصر العسكرية العليا برحب بحضرتك أهلا مستشار يعني في مفارقة غريبة أنا بعمل شوية تفجيرات بقالي فترة وعايز الناس تقعد في بيوتها ما تخرجش والناس خرجت بالملايين هل ده يعني ده معناه يا فن؟ هو ده المعدن الشعب المصري الأصير اللي احنا شايفينه النهاردة وإرادته القوية التي تقهر الإرهاب بالأمس شاهدنا عدة تفجيرات من الجماعة الإرهابية متفرقة كان الأصد منها إرهاب شعب مصر وعدم خروجه للاحتفال بيوم 25 يناير بعيد ثورته والإرادة اللي شالت نظام استمر لأكتر من 30 سنة الشعب المصري وإرادته النهاردة والمنظر اللي احنا شايفينه في الشارع هي أبلغ دليل على إرادة هذا الشعب واللي تحطمت عليه صخرة التهديدات والتحديات اللي بتواجه الشعب المصري وهدي أبلغ تعبير عنه مش لمصر مش في الداخل بس للدول الخارجية وأنظمة الحكم اللي بتقول إن ما يدور في مصر هو انقلاب وليس ثورة شعب هذه هي الثورة وهذا هو شعب مصري أمام العالم كله فلينظر وليرى من أول أسوان في الجنوب إلى مرسى مطروح شاشات التلفزيون بتعبر عن هذا فرحة الشعب المصري اللي أنا شفتها وأنا جاي في الطريق إلى الستوديو مش ممكن الناس ماشية في الشوارع بعيد بشكل كأنه فرح شخصي أطفال ماشي في الشوارع يعني كأننا في احتفالة فيش خوف خالص إطلاقا ما شوفنا ده تحدي دي إرادة الشعب المصري خير شعوب الأرض ودي رسالة للولايات المتحدة الأمريكية عشان خاطر يراجع موقفه ولأردوغان ولقطر وللدول اللي هي متبنية دعم الأنظمة أو دعم المنظمات الإرهابية واللي بتشاور عقلها أن هي أن ما حدث في مصر هو ليس ثورة وإنما هو انقلاب نعم أنا لفت انتباهي النهاردة مشهد فعلا غريب جدا كان في عربية مشكوك فيها كده والجهات الأمنية والشرطة بمحوطة عليها عشان تشوف العربية دي قرب ميدان التحرير فيها متفجرات ولا حاجة الناس كلها هجمة وراحة على العربية في شجاعة نادر إطلاقا أمام هذه الإرادة الشعبية الجارفة يجب أن يكون جميع مؤسسات الدولة بمثل هذا القدر من الإرادة والتباية على رأزها الوزارة الحالية ما بتستغلش هذا الدعم كما يجب لأن دي إرادة دي إرادة شعبية أماله ودي طموحاته وهذا دي تحديه للإرادة زي ما حضرك بتقول دلوقتي بالمثل اللي أنت ضربته أنا عايز الكلام ده وينتقل إلى كل وزير وكل وزارة في دخليتها وفي أسلوب تعاملها وأسلوب أداءها أن تتحدى الإرهاب أن تتحدى الإرهاب بكافة صور وأشكاله وتستغل لأن دا دعم للوزارة ودعم لأي قرار يتخذ وزير في ظل هذه الظروف العصيبة التي نمر بها لم يمر شعب بمثل ما مر به شعب مصر في الفترة اللي فاته التهديدات والتحديات اللي مرت بها لم تمر داخلية وزارة داخلية وجهاز أمن في أحدى دول العالم ما تعرضش لضغوط بمثل هذه الضغوط اللي شفناها في الثلاث سنين اللي فاته القوات المسلحة أيضاً لم تتعرض لمثل ما تتعرضه من ضغوط وأزمات وخصوصاً خلال السبعتاشر شهر الأولانية الأولانية اللي كان بيتولى فيها المجلس العسكري فيه خفايا وفيه أسرار كتيرة للضغوط دي لسه هتظهر قدام شويه نحن محتاجين يبقى فيه شفافية ونعرف كل ما هو مخبأ عشان تزداد الحماسة طيب دلوقتي الوضع حالياً هل تعتقد حضرتك أن ارتداد الإرهاب إلى الداخل المصري ده يعني يعبر عن نجاح للقوات المسلحة في محاصرة وضرب الإرهاب في سيناء أنا سيتك تقصد أن العمليات الإرهابية انتقلت من سيناء إلى بعض المحافظات بالضبط سواء محيطة بالقناة أو سواء في القاهرة أو في القاهرة لا شك في هذا طبعاً هذا له أسباب واضحة وهي أن القوات المسلحة بعد 30 يونيو أحكمت قبضتها بقوة على سيناء من هدم الأنفاق ما يهدد الأمن القوم المصري وبالتالي أطعت المصرب الرئيسي اللي كان بيتعمل بيأتي منه الإرهاب من خلال غزة وإن كان هناك بعض المسال وبعض الطرق وبالتالي اتخذت استراتيجية جديدة في التعامل مع الإرهاب وهي توجيه الضربات الاستباقية إلى معاقل ومراكز الإرهاب وبؤر الإجرام اللي موجودة ومتجمعة في الكهوف وفي المدارات وفي المنازل المنعزلة وفي العشش إذا جاز لي أن أقول هذا وفي كل المنحب بناء على خريطة من المعلومات الدقيقة اللي ابتدت تجمعها في المراحل الأولى ثم بدأت تتعامل معها في توجيه ضربات استباقية وكان في هذا الوقت في البداية أكتر من سبع تمن تنظيمات مستقلة كل تنظيم بيقوم بعملياته مستقلة التوحيد والجهاد التكفير والهجرة وإلى آخره لما تم توجيه الضربات بقوات الجيش الثاني والتالي الضربات الاستباقية لبؤر الإرهاب في معاقلها ابتدت تتحلل وتندسل ومن هنا ابتدت تجمع بواقع العناصر عشان تكون من نفسها قوة جديدة القوة الجديدة تسمت نفسها بيت المقدس ومتابعت ومهاجمت بأنصار بيت المقدس هرب قائد بيت المقدس أنا مش متذكر اسمه بالضبط دلوقتي ولكن التوجه إلى حماس ودعمته طلب دعم مادي ودعم بالأفراد ودعم بالمال ودعم بالزخيرة والسلاح ودوله هذا الكلام ولكن ما قدرش يقوم بنفس العمليات في سينة وبالتالي اتجه إلى توجيه بعض العمليات في المحافظات الأخرى ومن هنا تحت هذا الضغط والضربات الاستباقية الاستراتيجية لقوات المسلعة في سينة حولوا المسار للداخل ولكن هي في مجملها بتندثر وبتتلاشى بالرغم من يعني ما ننزعجش من بعض العمليات زي اللي تمت انبارح أما بس هي يمكن عشان حجم المتفجرات يعني كان فيها نقلة نوعية في فكرة الإرهاب فكرة التفجير فكرة الكم المتفجرات دي فيه أسئلة كثيرة فاندم منها إزاي دخلت كل هذه الكميات إلى الداخل إزاي تم تصنيعها أو ادخلها للداخل المصري وإزاي تتنفذ عملية بالدقة دي وهل ده يشير إلى أصابع تمويل خارجي وطبعا فيه تمويل خارجي لا شك في هذا الفترة اللي قضاها مرسي هنا خلال الفترة دي وفترة السبعتاشر شهر كان جهاز الأمن الوطني يعني كان تقريبا دوره متحجم وخلال السبعتاشر شهر الأولينية بتاع فترة إدارة حكم البريد بوسط مجلس الأعلى قوات المسلحة كانت جميع مخابرات العالم كله موجودة بموجودة عندنا وكسينة كانت فتحت بعد كده مركز لتجميع الإرهاب العالمي من كل من الباكستان وأفغانستان ومن كوسوفو من الشيشان ومن إيرلندا وتم القبض على جنسيات مختلفة متعددة في الجماعات الإرهابية اللي كانت موجودة في سيناء حضرتك بتسألني جات الكميات المتفجرات دي منين البلد مفتوحة جات لنا من ليبيا ليبيا كانت مصدر توريد رئيسي للسلاح والزخيرة والمتفجرات من هناك لأن القزافي كان عامل مخازن للزخيرة والسلاح كبيرة جدا في شرق ليبيا وفي جميع أنحاء ليبيا فتحت على مصراعيها بعد موت القزافي وابتدت نشأت فيه عصابات لتهريب السلاح خاصة أنه أننا عندنا حدود واسعة جدا حدود واسعة مفتوحة ألف ومتين كيلو مع ليبيا منهم لحد واحد سوى تلتمائة كيلو من مرسى متروح شمالا حتى ليبيا جلوبا في بعض المسارب وفيه عندنا بحر الرمال الأعظم اللي حد يمتد حتى ودي حلفة في الجنوب وده في بعض المسارب والضروب التي يصعب على الفرد أنه هو حتى يمشي فيها إلا من ضروب محددة يعني حضرك لو مشيت برجليك على الغروض أو الكسبان الرملية رجليك تغوص حتى الممتصف وفيه تعليمات الطيران ممنوع أنه هو يطير فوق بحر الرمال الأعظم علشان خاطر لقدر الله لو حصل إمجنسي لأي طيار مش هيقدر ينزل لو نزل الطيارة هتنزل مش هتطلع تاني من الكسبان الرملية بتاعت دي من خصائص بحر الرمال الأعظم اللي هو بيستكمل من واحد سيوة من جنوب واحد سيوة لحد الحدود مع السودان ده بحر الرمال الأعصم ده أنا معلش نحتة توبغرافية كده الجانبية شرق ليبيا حالياً فيه هذه المخازم بتاعتزخيرها وكانت بيتدفق السلاح بشكل غير عادي مختلفاً أشكاله في فترة ضعف الجهاز الأمني في الفترة دي أسلحة مدفعية مضادة أسلحة مش تسلح جيوش مش تسلح أفراد أسلحة جيوش وده اللي كانت نقطة الغرابة في الكلام ده لأنه كان بيعد لتكوين السلاح زي جيش زي الجيش العرر في سينة عشان يواجه بيه قوات المسلحة المصرية في سينة لكن كيف ترى فكرة الانصهار يعني أنا عندي حالة من الإحساس أن فيه انصهار ما بين مؤسسة الجيش مؤسسة الشرطة وجماهير الشعب المصري هي دي معجزة الشعب المصري يعني حتى مخرجنا أستاذ محمد فودا جايب لنا هو احتفالات الميدان التحرير ده شيء يعني مزهل حتى على الهوى مباشرة بنشوف دوت مع حضراتكم وأنا في طريقي أيضا كانت الحدائق المجورة فيها برضو منصات واحتفالات الحدائق اللي هي يعني أمام دار الأوبرا المصرية كان فيها أيضا منصات واحتفالات أخرى جانبية وكأن مصر بتحتفل عرص حقيقي رغم المحاولات البعض لإعادتنا للخلف يعني شوف حضرتك يتعليق حضرتك على المشهد دا والله ده مشهل رائع الحقيقة كأنه فرح في بيت عرص يعني واحد عنده بنت بيجوزها يعني أقول إيه يعني مش لقى شوفوا والله ما هي دي الفرق اللي بتبقى في الحفلات الخاصة طلعها وبتحتفل وبتتحدى الإرهاب هذا تحدي للإرهاب والعالم كله فليشهد هو ده الشعب المصر هي مصر على وشك يبدو أن هي خطبت وعلى وشك أن هي إن شاء الله تتزوج بقى من عرصها اللي هيحقق أهداف الثورة كلها بإرادة الشعب بإذن الله بإذن الله ده أكيد والله الاحتفالات يعني من جمالها مش عايزين نسيبها يعني مش عايزين نرجع للستوديو يا أصفة سفودة لكن طبعا لابد إن إحنا نواصل حوارنا طيب التفجير ده فندم كان فيه كميات كبيرة جدا وقلنا إنه تي إن تي دي جاء من إين؟ جاء جاء وتخزن جاء وتخزن في مخازن وبيطلعوا منه دلوقتي طيب هل ما فيش وسائل بقى تقنية أكتر تخلينا نمنع دوت أو نشوف العربيات المفخخة دي نضع كاميرات معينة بحيث نشوفها قبل ما تصل لمدرية الأمن كما حدث لأن المشهد بتاع مدرية الأمن في الحقيقة خلى الناس تحس إن فيه تقصير ما العربية جات نزلت في هدوء شديد طلع منها شخص مش عارف عمل إيه ومشي فالعربية بعد كده انفجرت كل ده مصور إدى إحساس إزاي دي مدرية أمن القاهرة لا هو طبعا أنا عايز أقول لحضرتك حاجة أولا نمرت واحد فيه لابد أن نكون متفقين إن حماية الأمن بنسبة 100% ولا الولايات المتحدة الأمريكية بما تمتلكوا من أقمار صناعية وهزاء الاستطلاع وإنزار وإمكانيات تكنولوجية تستطيع أن هي توصل إلى أمنها بنسبة 100% لابد آه ولسه بتيحصل انفجارات لحد دلوقتي في الولايات المتحدة الأمريكية من حوالي عشر تيام في أحد الولايات ليه وننسى البرجين وننسى أحداث سبتمبر وقابليها أبراج أخرى التكنولوجية دلوقتي المفروض إن عملية التأمين للأهداف الحيوية إنها تتم فيه دواير متتالية وكل دايرة لها مهمة خاصة على مسافات معينة من الهدف الحيوي اللي بيتم فيه طبعا المدرية الأمن كانت حواليها عناصر التأمين بتاعتها كانت موجودة والصبح وكان فيه كمين في أول الشارع الكمين سلم الصبح ساعة ستة وربع طلع وهم استغلوا الفترة ما بين التسليم الكمينين من بعض يعني دا كان فيه المجرم هنا الإرهابي دا دارس إنه في الفترة دي هيبقى فيه فراغ أمني طب هل دا يخلينا نشك مثلا إنه المباني المجاورة دا كانت بتصور يعني هل فيه حد فيها كان راصد دا مثلا على أي حد مراقب عادي يرايح جاي في الشارع يقدر أنه هو يرايب وهنا أنا بقول أن المواطن العادي الوطن العادي ليه دور فيه عملية التأمين دلوقتي الوعي نشر وعي الأمن لدى المواطنين لأن حضراك قلت كلمة كويسة أيوة دلوقتي الملحمة الجميلة اللي بين الشرطة والشعب والشعب والجيش فيه اللي ظهرت في التلفزيون دلوقتي وهذا الكلام دا دا بيلقي عبق مع هذا التلاحم لابد أنه هو يكتمل بوعي المواطن الوعي الأمني لأن الإرهاب لا وطن ولا زمان ولا مكان ولا أسلوب ليه يعني في وسط الهيصة للتجمع دا ممكن نلاقي واحد اندس ومعاكم بولا وبرميها هتعمل فرقعة لا ما سوى فيه تأمين هايل للمدان طبعا طبعا الالكترونية وكان فيه تفتيش ذاتي لكل من يدخل هي دي الإجراءات أنا عايز أقول الوعي الوعي بيجي منين وعي الأمن حارس العمارة دا لازم شاف واحد بيتردد قدام العمارة رايح جاي يشك فيه تعال انت هنا بتعمل ايه عربية جاية واحد قاعد فيها أمام محل من المحلات العامة في منطقة وقاعد وبيرائب وبيبص لازم يكون لديه هذا هل مش ممكن يا فنديم يبقى فيه تعاون ما بين القوات المسلحة والشرطة لأننا بلاحظ أن مثلا القوات المسلحة بتجيد قوي عملية تأمين الأكمنة والمراكز بتاعتها بشكل احترافي عالي جدا هل مش ممكن يبقى فيه تبادل خبرات بحيث لنقل الشرطة بعض الخبرات طبعا هو فيه تنسيق وتعاون كبير جدا قائم في تأمين الأهداف الحيوية حاليا دلوقتي حتى بين القوات المسلحة وبين الشرطة وتبادل الخبرات بين الاتنين حتى بتجد سيادتك الكمين فيه زابط شرطة وزابط جيش يعني حاليا بتجد فيه تنسيق تعاون واحد بيسأل وواحد مسك البندقية بيبص شمال ويمين في نفس الكمين وده أسلوب تبادل إزاي نأمن الكمين نفسه ما يبقاش الناس كلها قعدة كلها في مكان واحد لا ما فيش واحد بيفتش العربية أو كلهم متجيين 3-4 راحين يفتشوا العربية لا ده واحد واقف يبص شمال ويمين وواحد بيستطلع وواحد واقف بمهمته يفتش العربية ولا فيه استخدام الكلاب البوليسية زي ما حضرتك يشم ريحة المتفجرات يقدر يدي دليل الكاميرات التصوير تتحط على الأجناب وفي المقدمة وهي كانت لها دور كبير جدا في كشف أسلوب مهاجمة أسلوب الإرهابي اللي حصل لمدارية أمن القاهرة بالأمس وبتساعد على التحقيق ورصد مثل هذه العمليات فأنا مش عايز برضو حضرتك أن ننزعج جدا من مثل هذه العمليات لأنها مقصودة وبعدين التفجير ده كان أصد الباب الرئيسي لمدارية أمن ولكن الحمد لله هو تم أمام الحوائط الخرصانية اللي كانت أمام الأمن فده نوع من الوقاية أيضا اتخذته الوزارة في تأمين المدرية قبل هذا طيب تتوقع هيك التكتيج بتاع الإرهاب الفترة القادمة هلجأوا لإيه؟ هم بيضمحلوا دلوقتي أنا لو نتابع من خلال الست شهور اللي فاتت نوعية العمليات اللي بيقوم بها النوعية نفسها أجد أنها متدرجة الأول كان بيضرب بفرد بندقية ويقف ويضرب ببندقية آلية يضرب أفراد معينين أو تجمع معين انتقل بقى يضرب بالأربيجي انتقل بقى يضرب بالهاون الهاون زي ما ضرب على مدينة في مدينة العريش أو في الكمين كان مجموعة عربيات كانت معدية ما بين العريش وبر لحفن ثم تطور هذا الأسلوب إلى استخدام العبوات الناسفة والمتفجرة والكنترول عن بعد ثم لجأ بعد كده خلي بالحضركم التدرج اللي أنا بقوله ده بعد كده بقى الإرهابي بيفجر نفسه ودي أقصى درجات اليأس اليأس ليه؟ لأن الإرهابي اللي بيفجر نفسه ده ده فيه عقيدة في دماغه فيه عقيدة لأنه ده ما بينه وما بين أنه هو يدخل الجنة أنه يدوس على الزرار فاللي وصلوا أنه هو حيدخل الجنة بعملية التفجير دي تدرب عليها في حماس هو جاي لجاهز وده من العناصر الإرهابية اللي بيدفعوها بيدربوها على هذه العقيدة ياخد دروس ويقنعوه ويقنعه ما بيشوفش حاجة غير أن العالم ده كله كافر ويابد أنه هو حيفجر نفسه وحيخش الجنة وبالتالي داخل بالعربية ده خلاص ما هو بعد ما فجر نفسه فيه إيه تاني فاضل وده بيعني اليأس لأنه لو حقق المهمة بطلقتين أربجي أو بمدفع مكنة أو بهاون أو حاجة طب ما كان يستخدمها صحيح إنما استخدامه بقى أنه هو بيفجر نفسه أو بيعمل عملية كنترول ويجري بالمنظر ده دي المراحل النهائية اللي بيستخدمها يعني أنت ترى أن المنحنة ده إلى هبوط إلى هبوط بالضبط كده بالضبط كده ده حقيقي طب هل هيلجأوا إلى سيناريو الاغتيالات بديلا للتفجيرات وأيضا الاغتيالات على قائمة الأعمال الرئيسية بالنسبة له ويتمنى اللي هو الاغتيالات شفنا محاولة الاغتيال وزيري داخلية شفنا ظابط الأمن اللي هو أبو شقرة في سينة النقيب محمد الشقرة رحمة الله عليه واسكانه الله فسيحة جناته المقدم مبروك بينتقوا أهدفهم من الناس اللي هم عارفين عنهم كل حاجة ولذلك هم بيستهدفوا وزارة الداخلية هم مستهدفين اللي عايزين وجه هذا الأمن الوطني هل في صغرة في وزارة الداخلية بتخليهم يعرفوا معلومات عن ناس هم عايزين التنظيم الإخوان لما جاي كان عايز يهم الثلاث مؤسسات في السنة اللي جاي مرسي ويعمل لها إعادة بناء ولذلك كان التحدي كبير جدا في هدم هؤلاء المؤسسات حاولوا اخترقوا نسبيا وزارة الداخلية لم يستطيعوا اختراق وزارة الدفاع القوات المسلحة على الإطلاق أكلم ستك شوية في حكادي لا أتفضل لا أتفضل بالرحلة كفان بالعكس الشاطر حاول يقابل مدير المخابرات الحربية عندنا في القوات المسلحة وضرب له تليفون قال له عايز أجي دخل عليه دخل في المعاد المحدد لا الفريق أول السيسي قاعد في مكانه قال له نعم قال له أنا طبعا اتبلي طبعا لم أغزف الكلمة ناسم في محاولات اختراقه أنه يكون علاقات مع قيادات واوة إلى آخر الشيخ القرضاوي أعلن في بعض خطبه أنه تمح محاولة اختراق القوات المسلحة من أعلى إلى أسفل ولكنهم لم يتمكنوا ولذلك سوف يحاولوا أنهم يخترقوها من أسفل إلى أعلى ولذلك تجد دلوقتي بعض الصيحات وبعض المنادبات في توصية الجنود بالتمرد على قيادتها لأن الجيش كله لحمة واحدة وقيادة واحدة ولن يفلحوا لأنه في توعية في توعية قوية في القوات المسلحة وفي تعريف بمجريات الأمور وفي لحمة وولاء وانتماء للقوات المسلحة اللي هي بتنتمي تحت إرادة شعب مصر اللي انت حضراتك شفته وشفتناه في التلفزيون دلوقتي احنا في الحقيقة يعني استمتعنا بالمشاهد اللي جابها لنا مخرجنا في الحقيقة لميدان التحرير ويعني مازلنا مع حضراتكم بنواصل احتفالنا بهذا اليوم التاريخي اللي غير وجه مصر وربما هذا اليوم يغير وجه العالم كله لأن الثورة المصرية هتعمم لأن مصر عندما تحقق نموذجا ما بتتبعها دول كثيرة سيادة اللواء طلعت موسى يعني بيحتازوا يعني بيشوفوا مصر النموذج لما مصر تنجح في إرساء دولة عصرية ديمقراطية بعد الثورة دي دول كثيرة هتعمل ده بالزبط كده لأن مصر المركز الثقل الرئيسي مش في الشرق الأوسط في خريطة العالم الكامل مصر لو جبت خريطة العالم حطيتها قدام حضرتك كده وخدت تقاطع القطرين بتاعها هتجد أن تقاطع القطرين اللي هو أهم نقطة في هذا المستطيل وفي هذه الخريطة هي مصر ولذلك فمصر مستهدفة على مر التاريخ للسيطرة عليها من قبل القوى العالمية اللي موجودة هم بيحاولوا يعملوا زعزعة حتى حقيقة كنت عايزة أسأل حقيقة كمان على موضوع اختطاف الدبلوماسيين المصريين في ليبيا يعني كيف رأيت هذا الحادث الليبيا بتحكمها بعض دلوقتي فيها بعض السيطرة للحكومة المركزية غير كاملة على أنحاء الليبي في شرق ليبيا وبيحاول الانفصال وفيه النص الغربي من ليبيا وفيه محاولات أيضا في الجنوب لعائلات القذافي وما شبهها فبالتالي بعض العصابات اللي موجودة أو بعض النتيجة بعض عايزة أقول مش عايزة أقول العصابات يعني أو بعض هو اللي بيمارس هذا العمل أكيد هو عصابة أكيد يعني نقول عصابة بعض العصابات لما بيقبضوا على حد موجود من هنا من ضمن الجماعات الإرهابية وعندنا في مصر هنا لما بيمسكوا أي حد الليبي متورد في أحد العمليات فهما بيحاولوا دلوقتي بيعملوا مقايدة عشان يرجعوه يرجعوه تاني فبيختفوا بعض مجموعة من المصريين أو من الدبلوماسيين أو من العمال هناك عشان يقايد عليه نظير الإفراج عنه اللي موجود هنا يعني ده في تقديرك مش محاولة يعني مش تنظيم الدولي للإخوان هو اللي وراء الموضوع دوت مثلا لا أنا أعتقد أنه هو يعني عملية مقايدة بين أحد المقبوض عليهم من التنظيمات الإرهابية هنا مش ترك فيها بأحد الجماليات العشان خطر يعملوها ولكن عايز أقول أن تنظيم الدولي للإخوان لا شك أنه هو بيستقطب كافة القوة اللي موجودة سواء داخليا أو خارجيا وتوظيفها لمهاجمة مصر ودليل أنهم بيستقطبوا ويحاولوا يستجمعوا بداخليا دلوقتي 6 أبريل مجموعة 6 أبريل أو عناصر من 6 أبريل حتى أكون أكثر دقة لأنهم عشان يتحدوا لاتنين في مواجهة هذا المنظر أو العرس الديمقراطي اللي احنا شايفينه النهاردة في في مدين مصر طيب كان فيه هجوم صاروخي استهدف مدينة إيلات وأعلنت جماعة مسلحة مسؤولياتها عنه ونائب وزير الدفاع الإسرائيلي داني دانون قال تصريحات أن بلاده تتوقع من مصر لاهتمام بالوضع الأمني داخل أراضيها وأنها ستحاسب من يخطط لتنفيذ اعتداءات ضد إسرائيل وإلى آخر هذه المقولات يعني إيه رأيك في هذا السيناريو هل هي محاولة لتوريط مصر أنا أقول لحضرتك مصر دولة حضارية ودولة في جوهرها وحقيقتها تعرم تماما وتؤدي التزاماتها الدولية في جميع المنظمات ولايقات الدولية من الأمم المتحدة سواء في اتحاد الأفريقي سواء أمام الاتحاد الأوروبي جمعة الدولة العربية مع منظمات المجتمع الدولي وهي بتعترف بجميع المواثيق والمعاهدات الدولية وفي إطار ذلك فإن مصر موقعة معاهدة سلام مع إسرائيل سنة 1979 وهذه المعاهدة طبعا مصر ملتزمة بيها طالما الطرف الآخر ملتزم بهذه المعاهدة وبالتالي فإن أي عمل عدائي من هنا أو من هنا فإنفاز بنود الاتفاقية واجب لكل الاتنين في من يحاول أن يخش بقى بطريقة أو بأخرى أن يعكر مثل هذا زي الصاروخ اللي حضرتك بتقوله المحصود أنه طالع من الأراضي المصرية عليهم أن يثبتوا ويثبتوا هذا ومصر قادرة على حماية حدودها بالكامل من رفح شمالا حتى طابة جنوبها نعم يعني ما تتوقعش أنه ردت فعل إسرائيلية محاولة للتدخل في عسكرية أطلق منين يعني أنا عايز بينات شوية هو الخبر بيقول أنه أنه الهجوم صاروخي استهدف مدينة إلات جنوباء إسرائيل وعلنت جماعة مسلحة تنشط في سيناء المصرية مسؤولياتها عنه وهو ما أدى إلى جعل نائب وزير الدفاع الإسرائيلي يطلق تصريحات بأن بلاده تتوقع من مصر الاهتمام بالوضع الأمني داخل أراضيها وأنها ستحاسب من يخطط لتنفيذ أي اعتداء ضد إسرائيل حتى وإن تواجد في أراضي دولة أخرى وهنا بيحمل تهديد لنا وهو محتجت عليه الخارجية المصرية فإحنا سؤالنا هل في محاولة لإدخال إسرائيل في جملة مفيدة في موجهتنا دي نقطة كويسة جدا وواجب أن أنا أوضعها بدقة شوية فضل علشان خاطر لأنه ده موضوع خطير طبعا أنا قلت لحضرتك المقدمة اللي أنا قلتها لحضرتك أن مصر ملتزمة بالاتفاقية والمعاهدة طبقا لبنود المعاهدة مع إسرائيل مين من مصلحته النهاردة أنه هو يعكل هذه الاتفاقية ويخلق التشكيك الجماعات الإرهابية الموجودة في سيناء إذا تواجدت نحن قادرين على حماية سيناء وقادرين على تمشيط سيناء وبالتالي إذا فلتت محاولة أو حصلت محاولة قد تكون بين المحاولة مدبرة مش عايز أقول بين الاثنين وحدث قبل كده ما بين بعض العناصر الإرهابية وما بين المساد الإسرائيلي لتعكير صف ومثل هدوء مثل هذه الاتفاقية وهنا دي نقطة الخطورة وأنا عاوز أقول لحضرتك أن ليس من مصلحة إسرائيل أن خريطة الطريق اللي احنا ماشيين فيها دي ولا أن نستقرنا دي سواء المهم ليس من مصلحةها لعلمك أسعد الدول في المنطقة أكثرها سعادة وأكثرها استقرارا وأكثرها أمانا خلال الثلاث سنوات الماضية في منطقة الشرق الأوسط بكله هي إسرائيل صحيح عايزة الدول العربية الفوضى الخلاقة المنتشرة في أرجاء الدول العربية والشعوب والأحزاب والطواقف والصراع الداخلي هي في أمان دي خليني أسأل سيادتك سيادة اللي هو طلعت موسى يعني دكتور طلعت موسى طبعا الخبير والأستاذ بأكاديمية مصر العليا سؤال مهم عن هذا المخطط اللي مصر عكرت صفه يعني من ورائه حطمت هذا المخطط ما هو سؤالي بقى هل مصر لما حطمت هذا المخطط هذا المخطط انتهى لدى هذه الدول أم تم تأجيله لفترة لاحقا لا تأجيله ليه لا يا فاند أنا أشكر جدا على هذا السؤال سوف تظل مصر ملاحقة بتنفيذ مش المخطط ده بس مش مخطط ده اسمه مش غطط الشرق الأوسط الكبير وهو تفتيت الدول العربية من 22 دولة إلى 43 دولة وكانت أمانيهم في تحقيق هذا استخدام القوى الافتراضية والحرب الرابعة الحرب الرابعة ان الولايات المتحدة الأمريكية سوف تحقق أهدافها في المنطقة بتفتيت دي دون أن تخسر طلقة واحدة أو جندي أمريكي بالدول نفسها اللي في المنطقة هي اللي حتفتت نفسها وتخلق الذريع للسيطرة عليها وهنا تطلع إسرائيل لكي تهيمن على المنطقة العربية بالكامل ثم تنتقل بعد كده الولايات المتحدة الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط عشان تحطها في رجلها أسيا اللي هي في قرر أسيا سقط المخطط ولا تم ترحيله تأجيله مؤقتا لا مش تأجيل دون هم شغالين فيه شغالين فيه أي وفندم الولايات المتحدة الأمريكية حتى اليوم بالرغم مما أعلنه أوباما وتعلنه الجهزة الأمريكية إلا أنها في حقيقتها بتدعم الإخوان ونظام الإخوان وسوف تستمر في هذا لأن هذا المشروع الذي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحقيقه منذ سنة 1983 برنارد لويس والذي أعلنه جورج بوش 2006 والذي كان يتمنى وعملين حسابه منهم يتحقق على أرض الواقع في 2015 بس هو جيب أدري شوية بس جيب أدري شوية هذا المشروع مش حيروح ما بين يوم وليلة مش حييجي في ست شهور حيضيع معالمه على الإطلاق ليه؟ لأن ليه بقايا هي إحسا هي إحنا دولة المركز مصر لكن لسه في عندنا تونس في عندنا ليبيا في عندنا سوريا في عندنا اليمن كل دي أنظمة اللي هي أنظمة الإسلام السياسي اللي بيدفعوا من خلالها تنظيم الإخوان واللي بيأيدوهم وحيأيدوهم وحيستجمعوا قواهم تاني ويعيدوا خططهم تاني لمهاجمتنا نبد أن يكون هذا واضحا لدي المخطط الاستراتيجي على مستوى الدولة سواء في وزارة الخارجية أو سواء في كل الوزراء ولجب نكون وعيين لهذا المخطط هو لن ينجحوا لأن كان فيه واحد من الخبراء الاستراتيجيين لديهم كان قال مقولة يا فندي ما عايزت عليك حضرتك عليها كان قال أنه بعد حرب 67 بيقول إحنا كنا متوقعين انهيار كامل في الدولة المصرية وفضلنا لسنوات ندرس لماذا لم تنهار الدولة المصرية في 67 فلقينا ثلاث أسباب لعدم انهيارها أولا التجانس العجيب بين عناصر الشعب المصري كله اتنين قطاع عام قوي جدا يعني حمى الطبقة الفقيرة والمتوسطة تلاتة جيش قادر على الخروج من موقع عسكرية خاسر ليعيد بناء نفسه بسرعة رهيبة لم يتعودوها على الإطلاق أنا عايز تعليق لحقيقة على المقولة تعليق لأن أنا عيشت حرب 67 أنا اتخرجت من كلها الحربية سنة 64 وخدمت في رفع وغزة وخنيونس وحضرت حرب الاستنزاف كاملة والضربة والهزيمة وثلاثة وسبعين وإلى آخر اللي حصل بقى من 67 لما بعد الهزيمة كانوا مقدرين مصر لن تقوم قبل 20 سنة قبل 20 سنة مزهب وظهر في خلال هذه الفترة تلاعم الشعب والجيش بطريقة لم تشهادها من قبل أنا عشت هذه الفترة طبعا كانوا بيجزرون في مختلف طواقف الشعب النقابات العمال من الجامعة طلبة الجامعة النوادي المجلس الشعب يدي يصولونا في الجبهة وإحنا بنتضرب ومعاهم هدايا والدولة مش لقية مش لقية تاكل ومش لقية تشرب مأجلين الاقتصاد كان منهار وكله كان بينصهر تحت شعار واحد شعار قومي اسمه إيه اسمه له صوته يعلو فوق صوت المعركة وما أخذ بالقوة لا يسترده بغير القوة بغير القوة وبعد شهر واحد كان فيه عمليات عسكرية ضد إسرائيل ده مباشرة بعد 15 يوم فيه توجيه الضربة بعد شهر وخمس أيام الفريق مذكور أبو العز وجه ضربة جمع الطائرات المصرية ووجه ضربة كاملة على القوات الجوية على القناة بالكامل وهرب الإسرائيليين بالكامل إلى غرب المضايا سابوا سينة بالكامل نصها ورجعوا للخلف كانش عندنا في الوقت ده وساء العبور غير معركة راس العش ومعركة راس العش ومعركة إلات ده في الشهور الأولى وبعدين كانوا منتظرين موسى ديان قال أنا أجلس ومنتظر للعاب يوقعوا معايا وثيقة استسلام إزاي إمبراطور اليابان موقع وثيقة الاستسلام في الحرب العالمية التانية سنة 1944 بعد هيروشيما ونجزاكي فهو اعتقد بقى أننا سنجي وجد صخرة عنيدة وما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة وطلعت ملحمة الشعب المصري ثم الشعب المصري نفسه اللي هو في الميادين الآن كان خارج برضو هنحارب يعني بعد كارثة 67 خرج هنحارب هنحارب وساعد يعني أهو أدي أدي عظمة هذا الشعب يعني شعب عجيب شعب مصري عظيم ده سنة ده يوم 9 يونيو 10 يونيو يوم عبد الناصر أعلن استقالته علشان خاطر هزيمة يونيو الشعب معرفش يرجع من هنا من مسبيرو إلى بيته في منشية البتل الجماهير كان بهذا المنصر نعم وفي الهزيمة خلي بالحضرتك يعني الشعب يطلع رفض الهزيمة يوم 9 و10 يونيو وهو خلف قيادته شوف اللحمة لأن الهزيمة دي يعني عارفين أن المقصود بها المقصود بها من الدول الغربية أنها توزيح شخص جمال عبد الناصر الذي نادى بالقومية العربية واللي بنى السد العالي واللي طردهم وطرد الاستعمار في كل مكان واللي بيعاوني الثورات العربية واللي بينادي بالقومية العربية هو يمكن عبد الناصر وقف لهم المخطط قديما ده صحيح ثم عاد الآن الفريق أول عفتاح السيسي والقوات المسلحة تاريخ يعيد نفس لتقف أمام مخطط جديد لهذه الدول ده صحيح لتحطيم الدولة المصرية إن شاء الله إن شاء الله وبإذن الله لأن النهاردة أنا عايز أقول لحضرتك حاجة ولمشاهد الكريم حاجة احنا في الفترة اللي فاتت دي كلها الفترة اللي فاتت في الثلاث سنين دول الشعب المصري ممزق إلى أحزاب وطواقف سواء سياسية سواء دينية سواء اجتماعية سواء مطالب شخصية وإلى آخره الحنين والشعور بالروح القومية المنظر اللي حضرتك شايفوا دلوقتي ده طبعا يعني ده الفرحة اللي في عيون الناس اللي موجودة اللي يشعر بالالتفاف حوالين هدف حوالين هدف واحد الناس دي الجماعة في المدين ليه؟ هدفها تحدي الإرهاب هدفها إيه تاني؟ هدفها المطالبة بشخص يقود الأمة وينجدها من هذا التفكك والتشهر زمانة نحن عايشين فيها ويحقق أهداف الثورة ويحقق طبعا ما هو حيلتف حوالين الشخص الذي يحقق أهداف الثورة مالوش بقى مطامع أنه هو مطمع حزبي أنه عايز يطلع ويتجاهل الأمن القومي لأن الأمن القومي المصري في خط معين نقف عنده أنا بتصور أنا بتصور أن ترشح الفريق السيسي هو مغمرة يعني هو عنده في الدستور ما يجعله وزيرا للدفاع لمدة 8 سنوات في وضع رجل قوي جدا ومحبوب من قوات المسلحة عندما يذهب إلى رئاسة الجمهورية يعني هنا هو يعني يضحي بشيء يعني متغير وربما غير سابت من أجل شيء سابت ومضمون يعني هنا هو هو طبعا كشخص قال الكلام دو أن وجوده على رأس القوات المسلحة ليحمي إرادة الشعب لهو أفضل لديه من أي منصب آخر وفي هذا يعني المنصب الآخر اللي فضله هو رئاسة الجمهورية فبيقول أن أنا موقعي كحامل إرادة الشعب هذا يكفيني وليز لي أي مطمح تاني أكتر من كده دي نمرة واحد نمرة اتنين جماهير الشعب اللي موجودة دي دي بتطالب اللي هي الإرادة إرادة الشعب الجمعية العمومية للشعب مصر القائد الأعلى لمصر الشعب المصري القائد الأعلى لمصر المشهية دي إرادة الشعب المطالب وأماله طموحه اللي تم عمل الدستور وصيغة الدستور بيه عشان تنبي هذه المطالب فده تكليف ليه وليس ترشيح منه أو هو رايح يرشح نفسه صحيح ولكنه تكليف من شعب مصر ليه لقيادة الأمة وإحنا محتاجين إلى مثل هذه الوحدة دلوقتي إن شاء الله بإذن الله عشان نواجه التهديدات والتحديات الموجودة سواء التحديات الإرهابية اللي من الخارج سواء التحديات التنموية الارتصاب بتاعنا بالضبط ده مهم جدا العدالة الاجتماعية والتنمية والحرية يعني إحنا في الحقيقة عايزين نؤكد في نهاية هذه الفقرة المشوقة والجميلة مع الوقت طلعت موسى الدكتور والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا عايزين نؤكد بنشكرك طبعا شكرا جزيلا وعايزين نؤكد أن الشعب المصري يا أيها العالم ليس له كتالوج ليست له قائمة يعني تستطيعون من خلالها فهم ردة فعله هو ينهض وقت ما يريد ليقلب الطاولة على كل من يتآمر أو يحاول حتى أن يتآمر عليه وعلى مقدراته وأنا في الحقيقة يعني بشكر مرة أخرى اللواء الدكتور طلعت موسى شكرا جزيلا شكرا جزيلا بعد فاصل هنلتقي بقضية المتحف الإسلامي اللي راح ضحية الإرهاب من تجار الدين بيدعوا أن هم يعني حماية الدين بيدمروا كل ما هو ديني فهيكون معنا الدكتور مختار الكسباني أستاذ الأثار الإسلامية بجامعة القاهرة بعد هذا الفصل